اهلا بكم الجديد مشاهدين الكرام وصلنا لزاوية تناول نقاش هذه المرة سنبدأ بظاهرة الاعداد اللي تغير في خارطة الاعداد بصورة يعني درجة الاندية السودانية بصورة كبيرة انها دائما تبدأ من معسكرات خارجية كل موسم معسكرات خارجية مش الاندية الكبيرة فقط واندية المقدمة فقط وحتى كثير من اندية الدوري الممتاز يعني ذهبت لمعسكرات خارجية وعدت نفسها في معسكرات خارجية هذا الموسم تغيرت المسألة تغيرت الخريطة تماما الاعداد في غالبية الاعداد المعلن الآن من هذه الاندية هو اعداد داخلي طرحنا سؤال واستفتاء للجمهور حتى نشرك الجمهور معنا في هذه النقطة في هذا النغاش سيقودنا لإفرازات الموسم السابق لتعدد الإصابات سيقودنا للمشاركة المنتخب اكتفاء الاندية السودانية بمعسكرات داخلية استعدادا للموسم الجديد هل بسبب ظروف الاندية المالية ضيق الوقت لان الاتحاد اعلن بداية الدوري بصورة عدم جدول معسكرات الخارجية نقول ظروف الاندية حتى الآن 68% الناس اتجهوا اتجاه اقتصادي أن هذه الاندية تعاني اقتصاديا وبالتالي 68% رجحوا هذه الفرضية أن الاقتصاديات مشكلة المعسكرات بالدولار السفر بالدولار التزاكر بالدولار فمشكلة اقتصادية الدولار مرتفع وفي معاناة لهذه الاندية وبالتالي اكتفت بالاعداد ضيق الوقت يعني اعلان انطلاقة الموسم في وقت مبكر شايف من خلال استطلاح حتى الآن وهو مفتوح مستمر إن شاء الله سنجيب نتيجته في النهاية نال 5% عدم جدول معسكرات الخارجية في ناس تتكلم عن أنه لا انت تسافر لبلد بارد لا يتناسب مع جواء السودان انت تمشي دولة ما تلعب مباريات ذات قيمة مباريات احترافية حقيقية ما تلقى أندية فاضية عشان تلعب معك ما يكون في شركة محترفة تطبق برنامج اعدادي تستفيد منه وبالتالي يبقى الصرف في غير محله فدي فرضيات المطروحة حلناغشها مع ضيوفنا في الستوديو وبعض النقاط أيضا أخرى أرحب بالكبتن والمدرب محسن سيد أهلا وسهلا ومرحبك مرحبك أستاذ حاتم لنبيك وتحية لكم نحن سعداء بوجودك مع رحب إن شاء الله يكون برنامج مفيد لنا ولمشاهدين الكرام مرحب برضو بأستاذنا ناصير سبقتنا وتعصير زميلنا الأستاذ ناصر بأميك مرحبك أستاذ حاتم التاج مرحب بمشاهدي سودانية 24 برنامج حال الرياضة مرحب بكبتن محسن سيد نحن سعداء بيكم وكبتن محسن كان من المدربين اللي بخططوا لمعسكر خارجي دولة الممتازة والكلامنا ما صحيح لكن الآن يبدو أنه صرف النظر لو بدينا بالنقطة دي معسكر بره ولو معسكر جوه الأندية الآن بصراحة صرفت النظر على الخارج المشكلة الاقتصادية مالية أم مشاكل أخرى وطبعا أغلب الناس البلغة والمعسكرات عموما يعني المعسكر إنت بتقدر تليم فيه ولعيب طبعا هنا في السودان ولا في خارطوم عموما وبتقدر بصعوبة تليم الحاجات الاجتماعية الكثيرة اللعب الكورة ما هو في النهاية سودان بتعايز ويركز يعني يعني كل ما يطلع بره كل ما يطلع بره الخارطومة وبره السودان بيكون مركز أكتر بتقدر إنت تتحكم فيه بتقدر تطبق البرنامج اللي تدائره هنا ما بتقدر يعني الليلة لو يوقع عشرين بكرة العشرين التانين ما بيجو بيجو وقفة مستعشر كده ظروف الاجتماعية ظروف الاجتماعية الليلة عنده جار الليلة حب كده تنفونات ومتحي فانحنا دائما بنحبز المعسكرات بالرغم من النواسي بيختلف عن زمان يعني يعني زمان الحاجات البنيات الأساسية ما كان متوفرة في السودان يعني من ملاعب كويسة من حسي متوفرة حسي متوفرة كلها موجودة يعني ممكن تكون قاعد في حتة واحدة بتلقى الحوط بتلقى الصالة بتلقى الميدان الكويس بتلقى كل الحاجات بتكون متوفرة بتلقى الغيزة الكويس جداً أحسن من بره احتوان كبير كلها تناول يدك لكن بيتفضل المعسكر بره لأنه أفكر انضباطه لأنه بس في الملايكة اللي انضباطها انضباطه هو يعني لو قبلي ما مشينا ناصر دارقيف معك في حتة الناس اللي بيقولوا عدم جدول معسكرات الخارجية دي ما بتتفق معهم شكلاً والله يا أخي انت على حسب يعني أنا كنت ماشي أسمراء مثلاً يعني نفكر انه أسمراء مش غير طراء إلا ظروف الموضوعية يعني مش ظروف ما في يدنا نحنا صحيح لكن انا نفتكر انه هي في حتة بالرغم انه في الخرطوم هنا الإمكانية بيتوفر في خرطوم أكتر من أسمراء لكن انت بتلقى فيها مثلاً آآ ان احنا دايماً أسمراء ان احنا بنحبزها لأنه هي في مرتفعة مرتفعة تقدر تطبق فيها طوانين بتاع طليع كويسة جداً اللاكلة كويس مع بطال أهم حاجة طبعاً للنضباط عن الناس ده اللي أهم حاجة في الغاهرة برضو في ناس بمشوا الغاهرة في ناس بمشوا تونس إمكانيات أكتر طبعاً إمكانيات أكتر أكتر من هنا من الخرطوم الحياة البنية التحتية متوفرة أحسن كلها ممكن تلقى في حتة واحدة ممكن تلقى الحياة بتحتكى المطلوبة كلها لكن طبعاً الظروف اختلفت من فترة الانتعاش الاقتصادية الفاتت يعني يعني طبعاً معروف انه الهندية بتحتمد على ذو الواحد يعني كل الهندية في السودان بيحتمد على الرئيس كل الهندية أو مجموعة يعني نفر نفرين يدفعوا هم اللي يدفعوا مرة عندهم مرة ما عندهم مرة بيقول تكلفة كبيرة جداً مع الدولار الحص الكم ده ما معروف ده سبب يعني سبب أساسي انه بيقى التكلفة عالية جداً أحسن هنا وتكون قاعدة في الخرطوم بتصرب الجنية يوم عندك يوم ما عندك أحسن ليك يعني انت ماشي مع الفرضية ماشي مع جمهورنا اللي قالوا انه الأسباب مالية الأسباب مالية الأسباب مالية أتصادية الأندية دي واقع في مشاكل طبعا الأسباب مالية دي دي اللولة اللولة طيب بعين تاني فيها أسباب تاني أنا نشوف زمينا ناصر ناصر في الحوار ده بيتمشي لأي فرضية أنا باتفق مع رأي جمهور في الاستطلاع ورأي كابتن موسين السبب الرئيسي بتاع إلغاء الأندية سنة دي العسكرات الخارجية السبب اقتصادي يعني الوضع الاقتصادي بقى ضاغت جدا زي ما قالوا تشمحسين الأندية يصرف على نفر أو نفرين عادة في مجالس الإدارات المسألة بقت مكلفة جدا فوق طاقة الأندية خصوصا انه زي ما يتقبل بدت كلامك تبعت الموسم الفات الأندية ورحقت جدا ماليا لأنه كان موسم طويل جدا يعني الأندية كان بدت إعداده في ديسمبر 2016 الموسم استمر الحدي 30 نوفمبر 2017 بعد عام 12 شهر الأندية كانت شغالة عانت معاناة ورحقت جدا ماليا ما كنا متجادين يعني كنا متناقشين في فعلا الأندية ليست تدفع في تبعات الأحداث الحضرة الموسمة الفات يعني تبعات التجميد تحديدا كلف الأندية فوق طاقة ماليا والوضع الاقتصادي ماشي للأسوأ فبقى ما في خيار قدام الأندية غير أنه تلجأ للمعسكرات الداخلية وأنا رأي أنه ده خيار واغع في المنطقية جدا طالما هي مغاومات الإعداد كلها متوفرة الصالات موجودة أحوال الصباحة موجودة الشواطئ والرمال إزادارين موجودة الجبال موجودة بتبقى مثلا المسألة التخطيط للإعداد الغدرة بتاعت الإدارة على فرض الانضباط إنه كل اللعبين يشاركوا من بداية الإعداد يمنعوا الزيارات يعني لازم اللاعب يفهم إنه فترة الإعداد هي أهم فترة من الموسم لازم يكون فيها قدر كبير من الانضباط يكون فيها أحمال بدنية عالية جدا محتاجة لراحة يعني ترك اللعبين على حريتهم إنه يمشوا يزوروا أسرهم دي ممكن تعمل مشاكل إذا الإدارة نجحت فينا تفرض انضباط ما في غضاظة في المعسكرات الداخلية وأنا توقع إنه الأندية حتى مستقبلا تنجأ لخيار المعسكرات الداخلية إلا إذا جاتها دعوات جهات خارجية تكفلت بالمعسكرات لكن الانضباط من نفس الإدارة الانضباط تدفع عشان تسافر تعمل معسكرات خارجية المسألة دي مستقبلا ستكون صعبة جدا نعم يعني ممكن تختفي الظاهرة ممكن غالبا تختفي وانا بشوف إنه إعداد خارج في النهاية إذا دائرة تنجح محتاج غير إنه تعمل إعداد ناجح محتاج برضو لاستغرار بعد ذلك مالي يعني إذا المسألة دي فوق طاقتك إذا إنك تعمل معسكر خارجي بعد ذلك بتعمل لك مستقبلا بعد بداية الموسم مشاكل مالية ما تدفع للجهاد الفني ما تدفع للعبين يبقى ما في داعي أبني برنامج خطوطك على حسب قدراتك المالية نعم لو أخذنا وكفات خاصة كده لو وقفنا مع الهلال مثلا الهلال اللي واضح إنه من ناحية الاستقرار بعيش الاستقرار أكتر من نده وغريمه التقليدي المريخ للظروف المعروفة الهلال خطط لمعسكر في كينيا هو الآن تغير البرنامج يعني كيف تشوف إعداد الهلال إنه برسودان مباريات إفريقية بعد ذلك ممكن يكون في كينيا والله هو طبعا الرؤية بتاع الجهاز الفني اللي بتحدد في نهاية يعني أنا نفتقل إنه أنت كمدرب يعني تختيت في البرنامج بتفضل كينيا بتفضل لا أنا والله أنا واحد من الناس بفضل السودان هنا يعني لو بس الانضباط يعني بس لو توفر الانضباط إنك تقدر تطلع من حتة بتاعت نها في أعزاريا كوتشانا طالعة ومعارفة دمات ودحية وده كده وده عرس الليلة ده الموضوع ده بتكون بتكون تزعين في المئة من نجاح المعسكر إن ده تزعين في المئة أساساً إحنا خارجياً بنمشي لكن برضو برضو تتكلموا يا كتب محسن عن الابتعاد عن الأجواء عن الصحافة عن الإعلام دارين تركزوا دارين تركزوا هنا بتقدر تبعدوا من الأجوات لان بلحقك لان بلحقك حتى لو مشيت فيه حتى دي التلغيم برافقه جيش جرار جداً برا الصحافة بينقولوا ليك أكتر يعني انت أخير تكون قاعدين لكن هناك برا بينقولوا أكتر من من انت قاعدين طبعاً في السودان صفحة واحدة للتمرين لكن برا الجريدة كلها التدريب أنا أشوف أنا أقول لك أنا مادر أقول لك إنه معسكرات الخارجة بابر يعني بس مجرد خلاص عندنا ايوه إنه أنا دار أسافر برا وكده وأنا عملت معسكر برا وكده 70% من الكلام ده بابر ساكن لكن هنا فيه مكانيات متوفرة جداً فيه فيه أنا أحنا 30% بابر احنا مشينا كينانة انمر ريخ صاح مشينا كينانة توفرت لنا حيات برا وانتين توفر في كينانة كان ناجح جداً معسكر كان ناجح جداً في كينانة لو مشيت تاني مشيت بور اسودان مثلاً مشيت كسلة مراوي مشيت مراوي ونبير رغم البريد السياري مشيت مراوي كويس ممكن تتوفر لك في مراوي خاصة ممكن تتوفر لك أنا عسكر طبيب في الوط هاشم ممكن تتوفر لك حاجات ما تفت لقي بريد طيب ده دي وجهة جميلة نصر المريح بيكون العملة الحرة دي بتكون وفرتها لحاجة دانية وفرتها هاي وهناك ممكن أن تصرفه عليك وتأكل وتشربه كده ساكت يعني تلقى دعم وتلقى دعم وتلقى وتجيب دخل يعني بيجيب عايد جميل المسألة منظومة اقتصادية جديدة ناصر المريخ يعني سنين معسكر الدوحة كان منتظم ورابطة الدوحة كان دائما تتصدى للمشهد المريخي وفي تركيا كان موسم الماضي الآن المريخ كان فيه مقترح للإمارات ترددت الأنباء حوله بعد ذلك ألغي هذا المعسكر صرح لنا الأمينة العام عبر هذا البرنامج أنه ألغي المعسكر يعني أي حالة بتفضل وتقرأ مشهد المريخ ما بين المريخ اللي كان دائما في معسكرات دائما في الدوحة دائما بيلقى دعم وسند ومساندة من رابطة المريخ في الدوحة أم البرنامج الآن يعني البرنامج المحلي هو برضو مشابه لبرصدان أيضا أهم طبعا في مزالة المعسكرات التخطيط له بصورة جيدة يعني أنا شخصيا كنت من بدري من أنصار أنه مجلس المريخ يعلم معسكر داخلي لأنه المجلس أصلا بمر بواجه بعض المشاكل يعني مسألة رئاسة النادي لسه مات حسمت معروف أنه أغلب نفغات التكاليف أندية الغيمة يدفع الرئيس يدفع رئيس النادي غير أنه الشركة أصلا اللي قدمت الدعوة للمريخ النغط نظيم له المعسكر في الإمارات المريخ عنده معه تجرب وماكويسة في 2016 لما انتخل من الدوحة من الدوحة والمرجع والمباراة واللغيات والتركيبات ما اكتملت وحتى الصحف يعني حذرت أنه المجلس منه يدعم المعام مجددا لكن المجلس كان مصمم على جزئية المعسكر الخارج وللأسف المعسكر يمكن أخر حتى انطلاقة الإعداد الداخلي عن التهتيبات كلها كانت ماشية للمعسكر خارجي في حين الإعداد مسألة بتاعت أول حاجة زمن يعني يتم احتاج شهر أو شهر ونصف عشان تعمل الإعداد فمهم جدا أنك تبدأ بدري حتى لو معسكر بره أفضل تبدأ الإعداد البدني داخلي لحد ما يحين موعد السفر الخارجي عشان تكسب الزمن بعد ذلك مسألة برضو مهمة كفاءة وجود طاغم فني متكامل طاغم فني كف لأن المريخة زي سنة الفاتد عسكر في تركيا الناس يمكن شكرا أن الأيواء الباردة لكن بعد ذلك طلع كلام حتى من المسؤولين في النادي أنه ما استفاد فائدة تذكر من الإعداد لأنه ما كان في إعداد بدني شككوا في قفاءة المعيدة البدني نفسه جمعة أنطوني يعني هو كان زيته كما الهلاد التركي فبعد ذلك تمت إغالة حتى المدريب بدري جدا بعض مبارات نفسية واحدة في جيبوتي فالمزألة بتاعت الإعداد ما مسألة وين يعني تدعسكر برة ولا تدعسكر جوا مسألة بتاعة التخطيط جهاز فني متكامل يبدأ بدري بعد ذلك فرط بطاعة انضباط توفر بتاعة مقومات حتى الهلال برغم أنه مستغر كتر من المريخ لكن تردد جدا في مزألة بتاعت الإعداد يعني من بدري المجلس أعلن أنه يعداد الهلال داخلي في الخرطوم يوم 5 يناير فعلا يتجمعوا بدري جدا بحضور كامل اللعبين باستثناء نزار حامدر يتعالج في الغاهرة ولعبت المنتخب لكن فجأة طلع كلام إنه الإعلال غير رأي وحيمشي يعمل معسكر في كينيا حيصافر الأربع طلع خبر تاني رسمي إنه الإعلال المعسكر يدأجل يومين حيصافر يوم الجمعة الخبر التالي طلع إنه لغوا معسكر كينيا أو أجلوه لحد ما يكونوا ماشيلا المباراة الأفريقية يمشوا عن طريق كينيا يلعبوا مباراة دي حتين يمشوا لليبريا وإنه حيمشوا يلعبوا مباريات في برسودان يعني واضح إنه إذا أرتين هدينا الغيمة ما فيه تخطيط واضح من بدري لمسألة بتاعت اللعدات لأنه مجلس كل يبنشغل بموضوع التسجيلات بدون يفكروا في اللعدات بعد تسجيلات انتهي ودي مسألة ما صحيح المسايدين مبتخة يطلعها بنتابع العالم كله من هسي يمكن تكون عارف مثلا اللهة المصرية هيعسكر بعد كم شهر بعد نهاية الموسمة الحالة هيعسكر وين الترجح هيعسكر وين هالأندية في أوروبا هيعسكر وين مسألة محتاجة تخطيط من بدري شديد نعم كتب محسني على مسألة التخطيط دي دائما مسألة نحن بنعاني منها في السودان بشكل عام ونقول في الرياضة بشكل خاص الناس بيتحدثوا عن موسم ده وضيق الوقت يعني أدار توضح للجمهور إنت كمدرب هالشاعر بأنك فعلا وقعت تحت ضغط إنه إعلان انطلاق بطولة الدولة الممتاز مع الإعداد لا تتناسب في الفترة الزمنية هل أنت وقعت تحت ضغط بإعلان انطلاق حتى الموسم كده يعني اسمعنا كلام كثير عن أنا مع أستاذ ناصر في الحدة بتاعة التخطيط عندنا مشكلة كبيرة نحن كسودانين ما في الكورة بس في أي حاجة مشكلة كبيرة جدا في التخطيط والإدارة سوء إدارة وتخطيط دي اللي اتنين مشكلة كبيرة ودي المشكلة الأساسية بتاعة الكورة في البلد ما مشكلة تدريب ولا تحكيم ولا إعلام ولا ما هذا كل منه مسؤول منه الإدارة المشكلة الإدارة مشكلة إدارة وصول تخطيط يعني هسا أنا أقول لك نحن لحد أساسي ما عارفون إن الدورة ده حيضانتين حيبدأ يوم واحد حيبدأ يوم عشر حيبدأ يوم خمسطاير حيبدأ شهري ثلاثة حيبدأ شهري خمسة يتلغي كله كله مجموعتين ليه الإعلان الإعلان اللي كان عن بداية فبراير الثاني يوم عشر وثاني يوم خمسطاشر يعني إنت هزيارك ومدري بقى أكون عشان أخطط عشان أعمل الخرطة بتاعتي أعمل على شنو أعمل على مجموعتين بيختلف طبعا من إنه دوري طويل من دوري بتاع مجموعتين اللي هو ثمانية فرق من دوري بتاع أو تزع فرق ثمانية مباريات من دوري بتاع 17 كورة اللي هو ثمانتاشر فريق من حيبدأ يوم خمسطاير لأنه الليلة الإعداء أنا حبدأ مثلا يوم السابق يوم طلبة عشر هتبدأ على أي أساس هتبدأ ينه دوري يوم واحد ولا دوري يوم خمسطاشر ولا دوري يوم عشر بيختلف بيختلف إنه أنا 17 يوم من شهر من 20 يوم بيختلف لأيلا حتى تكسيم الإحمال حتى بداية السفر فدي مشكلة بتاع التخطيط الحاجة الثانية جيبين لأنا كنت دار أقول لك حاجة إنه الحاجة الثانية من أغلب ليل المعسكرات فشلت السنة لأنه أغلب الفرق لعبة الفراغة هلال المريخ ما هي الفراغة الممثلة طي ما تعتبر إنه اللعبة دي في إعداد المنتخب خلاص دي لعبة خاصة ما هو يخاض بطولة يعني ناسي زي المريخ مثلا المريخ اللي عنده 12 موش يا ناصر أو لك 14 لعبة المريخ تحديدا ما مبرر كان المعسكر الخارجي لأنه عنده عنده إصابات لعبة مطابين في الغاهرة وعنده لعبة لسه ما رجعوا يعني حتى دي ملسوا التغطيب في وده ده الأساس بتاع الفريق ده الفريق يعني نقدر نقول الشان الشان برضو عنده دور في تغيير ملامح الإعداد وطولة الشان طبعا عندها دور طبعا طبعا دور كبير يعني عندك لعبة أهل الشاندي برضو جزء عندك لعبة هلال لبيض جزء الهلال والمريخ اللي هما عندنا زي 26 لعب ولا 27 لعب بس في المنطقة في المعسكر 27 لعب من الأربعة فروقا الهلال والمريخ الهلال والمريخ هلال لبيض أهل الشاندي طيب عاد بقبة بالإصابة اللي أنا عاد وفيه لعبة واستبعدوا للإصابات وضربت موجة كبير الإصابات أنا حقيقة يعني ناصر كتب كلام وزي حمل الحكام مسؤولية ودلال اللاعبين في مسألة يعكاسات الإعداد نحن ما دائما الآن بنتكلم عن الإعداد فلازم نستصحب معانا الموسم الماضي انتهى كيف أو قفل كيف فالفرق دي كلها فيها إصابات والتصاقط والإصابات دي حدست بعد يا كبتب محسن مجرد ما وعلنا التجمع الأول للمنتخب ونهاية مباريات الدور الممتاز كان فيه إصابات فيه لعبة مخدى حقا فيه لعبة بيتلعب ويمكن دفع المريخة الآن أكتر نادي بعاني من مسألة الإصابات لذلك نعرف الأسباب وهل الفرضية دي صحيحة يا كابتن ناصر ناصر يعني أنت برضو مدرب يعني ومشيت في زاوية أنه الحكام ودلال اللاعبين وحملتهم مسؤولية العنف الزايد ده السبب الأساسي والمباشر هي ما دلال اللاعبين بالعكس العنف الزايد الذي قاعد يستخدم في منافسة الدور الممتاز النقطة اللولة يمكن قبل قبل دلال للناس اللي لعبوا خشل التساهل الحكام التساهلهم مع اللاس بلعب خشل فعلا بحقيقة وكلامنا ما جديد يعني السلوانداليو سنين أنا عندي غناع أنه لو جهو حكام أجانب أي مبارب كملوها سبع لعيبة يعني فيه عنف عنف ما طبيعي الفيفا بحاربه الاتحادات كلها بيتحاربه يعني دائما بتحث الحكام أنه يتعاملوا يطبقوا الغانون بصرامة للحد من العنف لأنه في النهاية أول حقيقة واهب بتلعب كرة ما في ذلك حيخش الاستاذات صحيح الناس ما بتمشت يعني تتفرج في عنف ولا في يعني بلطجة أو تحويل مباراة كرة الغدم لملاكمة الحكام هنا يعني نادر جدا حكم يد طلع بطاقة حمراء مباشرة في يعني تدخل عنيف ولا مطهور يعني مسألة نادرة جدا برؤية أنه في تدخلات بخاف الحكم من الناولي دقيقة الحكم الحكم بخاف أضيف حاجة قبل فترة اتكلمنا مع حكم الدول الكبير جدا بحكم كثير جدا مباريات حكم سوداني يعني غربي الحاجة قلت لي خدته إنه مشكلة كبيرة أغرق لي والله نحنا يعني القانون نقدر نطبقه بسهولة في المباريات الأفريقية لكن هنا دائما قاعد تكون باعتضاء يعني إذا هنا لو طلطت لأي واحد أحمر حتى لو المباراة تستحق إنه تطرد أربعة الغيامة بتكون قامت إنه إنت طلطت واحد الإعلام يقوم الجمهور الإدارات بدأت الأندية ممكن نضرب مثل بمباراة المباراة من ريخ هلال اللوبيض في الأبيض يعني دي مباركة ممكن ينطرد في أربعة أو خمسة لعبين يخليه ترده طلع مطرود لاعب واحد في ضرب بدون كرة وبعد ذا يعني وحصل حتى المنتخب اضرر منه فقد لعيبة كتار جدا في الشان عدد كبير من اللعبين قابل الإصابات المنتخب مباراة رواندا اتفردقت من الشوط اللوبل بسبب احتياج جهاز الفني لمنتخب رواندا واللعبين على الأسلوب اللعبين يعني توني هاي ما استهبل علينا لا ما استهبل يعني هي مباراة ويدي ناس الفريعين المنتخبين ماشين لعبين في الشان دارين استفيدوا من المباراة يعني والله كورتنا مع طبيعية يعني وهسي يعني يعني الجهاز الإداري والفني للمنتخب لو ما تكلموا مع اللعبين قبل انطلاق بطولة الشان نحن أي مباراة نكمل بـ 9 أو 8 لعبين لازم يعرف انه يعني التطبيق بتاع الغانون قاعد يقو في الدور السوداني ما بيقو في حتة يعني حتى الحاجة دي التيار والبساطة لا ما في تطبيق ما في تطبيق ما في تطبيق ما تطبيق للغانون اتفق معه اتفق معه شديد انت مدرق اتفق 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 الحكام انت نحن شايفين في كثير مباراة كثير بتجري كده وبتجري كده فانتو العاملين المشكلة عاملين ما نأديك حاجة والله حكامنا من اكفأ الحكام موجودين في الساحة ونشوف ان احنا الاخطاء في الدوريات الكبيرة في عزباني في انجلترا نشوف الاخطاء لكن شنو نحن حكامنا نتعرض الاخطاء رهيب جدا كام من المدربين كام من الصحابين يعني الليلة مثلا يعني انتم شاركين في الجريمة انت وناصر مثلا مثلا اللعبين الليلة يعني يقول هلال اللبيض ومثلا المريخ قومي الحكم اطرد ثلاثة من الهلال بكرا الصحفين بدأ الهلال ما حيخلو الليلة انه ده من ريخ خاب انه ده ما عارف شنو لاعب الهلال مثلا الحكم حصل طرد جزء من اللعب الهلال بكرا ناصر ضيل ما حيخلو انه ده هلال ورافع الرأي في الحكام بدأ انه بيضعرض وليضغط رهيب جدا حقيقة نحن شاركين بصورة كبيرة في الازمة وحتى كجلوم الاعلام والمدربين واللاعبين انفسهم يعني يعني صراحة انا بشوف كتير في المباريات تصرفات من اللاعبين استحيق على دبل بطاقة حمراء لكن الحكم احيانا بيعمل فهم احيانا بيتساهل احيانا برضو غاضي الطرف عن ما دار يتخذ عشان ما يصنف ودي مشكلتنا يبقى احنا الان المنتخب يعاني نحن نتكلم عن مواهب وصيبة منتخبنا الوطن الان بعاني امسك من بوقبا والتيش ومحمد رحمان وكل اللاعب الغايبين الان عن المنتخب يبقى احنا دفعنا لتاج عمل بنشاركين فوقنا منظومة كلنا الثقافة دي هذا ثقافة سيئة جدا يعني لاعب يدعمد لاعب زميل اليو في النهاية اللاعب الكوردياك اللي عايش بترهم تضيب لاعب يغيب اربعة وخمسة كور يعني مشكلة كبيرة جدا الثقافة دي اللي يعني مفروضة اللي صغافة العدواني المدربين الإداريين الإعلام اجتهدين تغير الثقافة اللاعب السوداني يعني ما تدعمد إيذاء يعني انت لاعب مدافع أو لاعب نص مدافع لاعب لاعب موهوب ممكن تعطله من غير من غير عوف من غير تصفية يعني ممكن ترتكب مخالفات تكتيكية بحيث انه تعد من خطورته لكن ما تدعمد إيذاءه هنا في تعمد بتاع إيذاء يعني قاد حصلت كثير جدا في الدوري السوداني غير انه واحدة من أسباب الإصابات معلش يعني ترصد الدورة التانية يعني الدوري الدورة اللي انتهى شهر خمسة الفورق اتوقفت ثلاثة شهور ثلاثة شهور تلعب مباراة كله ثلاثة يوم حتى قبل استنافة الدورة التانية كان كتبت مغال انه المدربين كلهم اللوما جهزوا فريغين حيعانوا جدا يعني اللاعب السوداني أصلا ما بيستحمل لقطة زيدة في أوروبا البوكسينج دي مدربين الدوري الإنجليزي بيشكوا من الفترة دي يعانح ان الفترة دي عشرة يوم أو يسبوعين ما ممكن ثلاثة شهور اللاعب السوداني كله ثلاثة يوم يلعب لك مباراة إلا إذا إلا يعني البنجة سيجاوز الحاجة دي المدربين بيداور في فريغو لكن المدربين بيحتمل على تشكيلة واحدة فريغو يغلبه حيض عرض لإصابات نحن نحن التشوه الموسم الماضي ده هو أنا أدخليه آثاره حندفعه في 2018 حندفع حدي 2018 احتمال ثاني كمان تمشي معه إلانه الإصابات الإجهات الإرهاق الحصل كل الفرق يعني ما بس الفرق بتعدي الهلال والمريخ وإحليشان دي كل الفرق أسي بتعاني من الآثار بتعدي يعني إحنا ما قادرين نبدأ إعداد لأنه آخر كرة انتهت يوم من رخ الفاسر يوم يوم 1-30 أو يوم 30 نوفمبر آخر كرة نعم لسه دريد منا طوال خشانة تسجيلات وطوال يعني مفروض يكون في جاب في الدوري طوال يجي خاشلة في التسجيلات يصرف في التسجيلات ويصرف طوال إعداد يعني وما فيه راحة هل هيدي علمية ما فيه علمية ما فيه علمية ما فيه ما فيه كلام زيدا ده ده تخطيط يعني 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 على اللقل زي ما قال لك ناصر إحنا بدان من شعر 12 سنة الفاتت انتهينا شعر 12 سنة كامل حول هذا ما حصل حول هذا ما حصل طبعا شكورة طبعا الدوري كان مفروض ينتهي في أكتوبر لو كان انتهى في مواعيده والتسجيلات في نوفمبر الناسعة راحة في نوفمبر بدأت إعداد المنتخب نفسه المشارك في الشام بتبدأ يوم 4 فبراير كان لعيب أخذوا راحة بعد ذلك المنافذ المسلم الجديد بدأ لعبوا مباراتين ثلاثة تنافسيات وينضموا للمنتخب وسافروا للمغرب في وضع أفضل ومشارك في سكافة بسبب الضغط نحن في برنامجنا بتاع المنتخب بينتهي في أكتوبر في أكتوبر ناخد فترة تعتراحة على اللقاء الأسبوعين ثلاثة نخش طوال نعمل الإعداد بسيط والتي هي سكافة كانت في شهر 11 ماذا كده؟ كانت في فرطكم في شهر 11 نعم يعني ناخد لنا فترة قاب على اللقاء الخمسة يوم نمشي سكافة تعالي نعمل الإعداد داخلي خفيف ريفلش بعد ذاك نمشي المعسكرة اللقاء طويلة حيكون في حتة في الفترة دي نلعب لنا يعني سكافة كان ممكن نلعب لنا ستة كور إعداد حقيقي يعني أسي المشكلة دير حيعاني من المنتخب بالمناسبة إنه ما لعب مباريات حقيقية لحد داس كان أفضل أنه يلعب سكافة كورة صحي للعايج مع الإرهاق مع النهاية دي مع حقيقية كورة تبتدت والمنتخب ستما انتهى المنتخب بعد ذلك استمر حد 30 نوفمبر وكان سودان كان شغال وغير كذا الأندي المريخ والهلال اللعبين من تمهيدي سيعانوا معاناة شديدة يعني تمهيدي يوم 10-2 مباراة الزهاب الدوري سيبدأ شهر 2 غالبا لا يكون لعب ولا مباراة محلية ويبدأ لعبوا مباراة واحدة على أحسن الفروض الدوري بدأ يوم 1 في فبراير سيلعب مباراة وسيسافروا لبوتسوانا وليبيريا فدي مسألة صعبة جدا حتى الآن كان يتلعب 3-4 مباريات حتى تلعب أفريغي كان يدعاني جدا من فرق اللياغة البدنية والنفس بتاع المباريات التنافسية مع المنافسين لأن أفريغي يكون لا بتبدأ شهر 8 تشتغل شهر 5 أسل فريغ البوتسواني أنهى الدورة اللولة لعب 14 مباراة الفريغ الليبيري برضو أنهى الدورة اللولة أسل شغالين إعداد ومباراة ودي أفريغية استعدادا لأنه يبدو الدورة الثانية في منافساتهم حنلقهم في غمة الجاهزية نفس المشكلة حواجها المنتخب الدورة اللولة في الدور المغرب انتهت الدورة اللولة في الدور الموريتان انتهت الدورة اللولة في الدورة الغينية انتهت المنتخب هذا الثلاثة لغمة الجاهزية البدنية عكس منتخبنا الوطني العالم كله ماش برزنا محددة نحن لسه ماسكين ما قدرنا نغيره بالرغم الاتحاد الأفريقي قال يا أخي خلاص مثلا دي ماش شريع تغيير لازم تكون لأنه دورة أبطال أفريقيا كله سيتغير نحن خيار المجموعتين دي أنا قبل لعلق على النقطة دي انه الدورة يكون مجموعتين دارين اختصروا عفظ المباريات لانه احنا بقينا ملزمين انه نبدأ دورينا في أغسطس فالدوري الجديد لازم ينضغط انتهي في وقت مبكر عشان الموسم يبدأ في أغسطس عشان نبقى بعد ما شين زي باقي الغارة الأفريغية نعم نمشي مع الناس في نفس الخط افتح سمد المنتخب يفرض نفسه وانت كنت ضمن الجهاز الفني ويمكن حصل التغيير انت وماس دا عودي عسين وعودي عسين ونحن دا نور الآن الجهاز فني جديد المنتخب وآثار هذه النقلة نهاية الموسم اعداد هذا المنتخب الآن في تونس هذا الاعداد المحيد التغفر ومباشرة للشار والله في البداية الواحد بيتمنى التوفيق نعم وذي طبعا نسمنا على اللي قال نحن حق نتائج كويسة منتخبنا حق نتائج كويسة دا بالنسبة لنا نحن جريات كويس جدا فنتمنى ان المنتخب يصل نحن امالنا كبيرة جدا على انه لانه دبع محليين نحن معين نحن معين نحن معين فالطريق كويس جدا بالدلائل بالنتائج بدعة الهلال والمرخ والحلشاندي وفي البطولات الافريقية في البطولات الافريقية انه نحن معين كويس ماشينا لقدام معناتها نحن منتخبنا ممكن في المحليين بالحسابات ممكن نحن نمشي بعيد في البطولة دي نتمنى انه نحن نمشي بعيد لكن المشاكل تحت الموسم القنادي ممكن تأثر علينا في الإصابات يعني انا شايف انه اللعبتنا جائين مرهغين جدا انا كنتم انضم مع اللعبت قبل كنتم نغش معهم في موضوع السيكابة قبل اللهم لميتهم فتناقش معهم انه هل نحن نمشي السيكابة ولا نقشي فقالوا لهم نحن مرهغين جدا اغلب اللعبت تساعد في المهم اللعبت كان رايي انه مشهب نحن نحن انه فانا بقيت عبنا لعبنا نحن كورا إلا يبقى مشين إلا يبقى مكنة اللاعب ده يشتغل بالبنزين حتى طبعا كان في جدل دار يا كابتن محسن طويل لكن الناس لا دار شوف رأي زمين ناصر فيه الناس تكلم عن حتى المدرب الأجنبي والتغيير في الظرف ده مع وجود كابتن برهان في ناس كانت ضد الفكرة دي لكن دي رؤية الاتحاد رؤية الاتحاد ودل حصله بيقى الواقع انت كيف تشوف المدرب جديد إعداد جديد بطولة الاتحاد رتكب خطأ كبير مش خطأ بس في انه يجاب مدرب أجنبي حتى الطريقة بتاعت التعاقد معه اللي هو تعاقده مع المدرب الصيربي وقالوا انه فترة اختبار ثلاثة شهور اللي هي تحديدا الشأن فترة اختبار بالنسبة له دب يعني تا لما انت قلنا اذا عقدت مع مدرب فترة اختبار ما عصلا ما عندك غناعة لو سرت وزاتيا مغنعة ما في مدرب أصلا كبير بيقبل انه يخضع لي فترة اختبار يعني حتى اللاعبين اللاعب المغمور هو بيخضع الاختبارات لكن لا يوجد لعب كبير بيعمل الاختبارات نفس المسألة بالنسبة للمدرب ده كان غلط كبير جدا المدرب ما شاهد اصلا مباراة في الدور السوداني حتى الغايمة اختاروها مدربين وطنيين صعب جدا في ظروف زي ذي في فترة بتاعت عداد ما يعني شهر او اقل من شهر حمشي شارك في النهائيات الاعداد زات وحصلت فيه بعض المشاكل مباراة ناميبيا اتلغت مباراة رواندا اتلعبت شوت واحد وحصلت مشكلة ما اكتملت المنتخبات الثانية اصلا اكتر جاهزية فحظو السودان انا ما بشوف انها كبيرة فان المنتخب غير مشاكل الموثم الفات ورحاغ اللاعبين والاصابات العدد الكبير من اللاعبين الغايبين غير انه فيه حاجة مهمة يعني احنا لو شفنا المنتخبات حتى الواقعة في مجموعتنا مدرب المغرب جمال السلامي ماسك المنتخب من الفين وستاشر مدرب غينيا لامي بانغورا ماسك منتخب غينيا من الفين وستاشر الوحيد المدرب اجنب فرنسي موريتانيا مارتينيز ده من السنة 14 ليه واربع سنة ماسك منتخب موريتانيا ايوه يعني دي منتخبات متفوغ علينا في الاستغرار الفني متفوغ علينا في الجاهزية البدنية لانه الدوريات هناك نهد الدورة اللولة كلها يعني اي لاعب في موريتانيا في غينيا في المغرب لعب 14 مباراة غير انه الاعداد بتاع المنتخبات دي كان افضل بكثير من اعداد منتخبنا حتى موريتانيا عملت ثلاثة معسكرات واحد في السنة غال واحد في المغرب واحد في تونس الغينية موجودة ليه اكتر من عشر يوم في المغرب لعبت مع الكاميرون وليعبت مع يوغندا والليلة كان عندها مباراة مع الدفاع الحسن الجديد موريتانيا عملت اعداد مميزة المغرب نفس قصة غير انه الحوافذ المالية المطروحة لليعبت المنتخبات دي خمسطاشر الف دولار لللاعب عشر الف دولار لللاعب كل المنتخبات لخمسين الف المغرب للمغرب خمسين الف الفوز بالبطولة خمسطاشر الف ده بس تخطي الدورة الاول نحن ما عندنا الحوافذ مهدو لا حوافذ ولا اي حيطلعت ساكت الفريق طلع ما شابس اللاعب الاصيب رجعوا عشاني عليو ناديو يعني بقبل عوك في المنتخب رجعوا عشاني عليو اهل شنديو حيبقيدوا فترة طويلة وفي مشكلة بكري برضو كان حصلت لانه مفروض يعالجوا المنتخب يعني لعب مصاب بقدرتوا زقوة لعب مصاب مفروض يخضع علاج فترة بسيطة لتونس وعلاج ما مكلف يعني الف دولارة ومدارة المنتخب مدارة تدفع وغير اللعبين عندهم تجاور سيئة يعني في الفترة الاخيرة كان يتحدث انه المسألة الصورة ما زي لما كان ناس كابتين محسن ديل ومازدا بيبشوا الشركات وبدقوا الأبواب وكده لا انه الناس احترموا انتخب السودان وانه رأس الجمهورية تدفعه كده وفي حديث كتير من رئيس لجنة المنتخبات الدكتور حسن برقو بيأكد فيه انه مشكلته ما عادت مالية انه المنتخب عنده اي مشكلة تانية الا مالية ماليا مستغر ثم والله عمله حراك يعني يمكن الدكتور كمان شداد اول ما امازك اهتم جدا بمثالة المنتخبات عمل حراك ويز جدا يتحرك اتفق مع رئاس الجمهورية تتكفل براتب المدرب الأجنبي تحركوا تجاه المؤسسات والشركات جياد اتكفلت بسيارة لمدرب المنتخب عملوا تأمين على لعبة المنتخب لكن برضو لسه مسألة انه يكون في حوافز للعبين حوافز مغرية ما في النهاية الناس بيتكلم عن انه يعني اللاعب ده يتخلف عن المنتخب وانه مرض يمشي وطنية الدولة كلها بيه كل مؤسساتها الوزراء ذاته نافذة لبسافر مجان قاعد ياخذوا نسريات ونسريات محتبرة اللاعب ده برضو شغل ده بالدولار ولا نسريات محترف بالدولار يعني ناس جيكوا الله تاخذ بالدولار ما ممكن تكون داير اللاعب حتى علاجيته ما بتوفروا له يعني كل اللاعبين الناس ما كانوا بتكلم عن مشكلة انه اللاعبين بتخربوا من المنتخب ما نسأل ليه بتخربوا يعني ما اللاعب ده يتخربوا ده شغل إذا بتحوق ما بيدعاجوا وبتقام أعوض شعر طبيع التهرر ده كنتم تتحرم من زمان احنا بنلعب من زمان احنا بنلعب في ناس بيقول لك أنا ما بمشي المنتخب لانه ما بديني حاجة ولو اتعوقت ما بعليكي الكلام ما بنزواني بنزواني احنا بنلعب في المنتخب بيقول لك أنا ما بمشي المنتخب لانه في النادي بوفر لك بديني حوافز بالديني كده والمنتخب ما بديك حاجة نحن اجتهاداتنا نكون بنتهد على اساس انه نحن نوفر حوافز ونوفر كده ونوفر كده ونمشي بعجائي ونمشي الشركات ونمشي كده عشان على اللقل يكون المنتخب جاذب انا افتكري انه الفترة الفات شوية في حراك زي ما قال ناصر في حراك في المنتخب احسن من الفترة الاولى طبعا والله الفترة الاولى المنتخبات كلها كان شغالة فترة دكتور معتصم المنتخبات كلها كان شغالة حقيقة يعني ما وديدي ما فاتنين ثلاثة أعني الناشيين مثل ومشى الشباب يعني ما كنت في دعانو منو سنتين نا في معانا في معانا لانو ما في دعم من الحكومة للمنتخبات اهسي في في دعم يعنا اهسي في دعم اهسي الحكومة مستلة فالنائب حسبوه متمثلة في فراسة الجمهورية عموما مهتمة بالمنتخب نحنا كعمل مهانا كم اتماع thinkanuاء وبوع ولنا اللي حوافز بتاعة بداعةapi كرة ثيوبية بتاعة كرة بروندي كلها دفعات رأس الجمهورية وكان فيه اهتمام كبير جدا منا برغم الاجتهادات يعني لو أحكي لك نحن وصلنا كيف للهنادي تمام نصدق عارفين كيف يعني برانة بزينة بازر غفاري وعود منتخب لنهايات نجاح كبير لأنه نحن ممكن آخر بطول أو البطول وحيدة لشان شاركنا فيها كان 2011 قبل سبع سنة كان مصادمنا هنا في السودان واخر بطولة كبيرة غرية اللي هل كان 2012 فالمنتخب يدخل في ظروف صعبة جدا يعني مغارض بريندي دي كان لحد آخر لحظة مهدديناء ذي تلغي ويبعدوا السودان من البطولة بثباب التجميد لحد آخر لحظة المنطقة بدأ كان بين سافر وميسافر وما في ذو عارف لحد أنسي إنه إحنا خشينا كيف والله وصراحة كلنا متشأمين يعني كلنا متخيين المنتخب دا يتعرض لهذيمة تقيلة جدا فتأكله نجاح كبير يعني نعم يعني إحنا نقدر يعني والله ناصر في بعض المنشرات مخيفة وفي بعض المنشرات خلينا نأخذ الجانب المشريح الجانب التفاؤل إذا ما دام أصلا خلاص نحبقينا أنا على مشارف البطولة ونسأل التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى إنه منتخب نديد وفاق ناصر أنا أدي كلمة أخيرة كابتن محسن هتستمر معاي عندنا تحليل للخصوم فرق المواجهة ناصر بالمناسبة خبير في الحكومة ناصر مدرب لا حتى متابع جدا أنا كنت أرجع لي في حياة كثيرة متابع جدا في المواجهات يبقى حيكون كلمة ناصر الأخيرة عن المنتخبات المواجهانة دي تكون الرؤية الأخيرة كبتن الله يا سبحانه أتمنى التوفيق للغيموت المنتخب السوداني دائما نحن دائما نراهن على الحاجات عزيمة إصرار إن كان الحياة نتوفر للمنتخبات الثانية برضو فوق لي حواب البغرية فوق لي إعداد لكن نتمنى التوفيق أنا شخصيا غد ما أكون متفايد من المنتخب يتخطى الدورة الأول بناء على محطيات كثيرة جدا حتى نحن ترتيبنا في الفيفا في ترتيب شهر 12 المغرب الأربعين غينيا الخمسة وستين موريتانيا تسعة وتزعين نحن مية خمسة وثلاثين يعني بكل الجوانب نحن بعيدين كابتين محسن يباقي نقطة مهمة بتاعتين هذا تصنيف مؤلم صراحة فعلا تصنيف مؤلم جدا والدول كلها ماشية نحن نتكلم عن دولة مغمورة دولة صغيرة لكن الدول يتخطط ماشية ونحن لسا بعيدين نتمنى التوفيق للمنتخب أنه يصحر بصورة جيدة وربنا يفرع الشعب السوداني إن شاء الله إن شاء الله في حاجة في التصنيف بس أنا دارك ولم عارف ناصر التصنيف دائما بيعتمد على المباريات ونحن للتحدي الجديد ما كنا بنلعب خالص نحن للأسف نحن حتى اتفاعلنا خير قمنا عملنا كورتين تقريبا مع نيجيريا تقريبا ومعنا ولغيات حتى في العهد الاهتمام ده يعني نحن مفروض كان إحنا متوقعين اهتمام أكبر لكم بالمنتخب وكده فقمنا طوالا عملنا يوم 8 8-11 تقريبا عملنا كورتين ومع العراق جاءت دعوة تقريبا في العراق وفي أيام لتحادث دولي نحن كنا شغالين دوري يعني الناس ما كانت فارغة ما مهتمين بالكلام لكن الناس تقريبا انه التصليف أيه بإسيا إلا نحن ولا علبان أنا شكر لك ناصر ومشاهد الكرام فاصل نعود ونواصل أيضا تحليل بوقفات محددة في الفرق المنافسة اللي متخبنا الوطني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر